بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طالبات وطالبات الصف الثالث الابتدائي أهلا ومرحبا بكم ناخد مع بعض تست 8 ون يونت 9 اختبار الثامن عن واحدة التسعة طبعا معروف ان الاختبار بيبدأ دايما بسؤال listening يعني السؤال الاول listen and circle استمع وضع دائرة طبعا نسمع الاول وكان ايه نضع الدائرة بيقول لي when did she go to Paris when did she go to Paris هنا when did she go to Paris when how did she go to Paris يبقى اعمل دائرة على رقم ايه اللي اسمعته اللي هي when did she go to Paris number two how long did she stay there how long did she stay there how long did you stay there انا عندي you وعندي she يبقى هو اللي اسمع اللي عندي how long did you stay there او معامل على اللي اسمعته لو how did you stay there سؤال التالت where is Omar from قال لك he is from Cairo هو من القاهرة عند طنطو عند كايرو اختار طبعا كايرو اللي هو اللي موجودة في الاستماع رقم اربعة how long were you there كامل مدة اللي رتا هناك قال لك I was there for two days لمدة يومين هنا two days و هنا three days طبعا بعمل على two days تمام بسؤال الاستماع اللي بسمعه بعمل على دايرة السؤال التاني listen برضو listen and complete بيقول لي where did بس ما لا أند سوها بس ما لا بتقول where did you go سوها اتلا I went to New York City اتلا when did you go there when did you go there اتلا I went هنا قلنا I went حتى يبقى دي مضارع ماضي بسيط يبقى حط did يبقى when did you go there قالت I went in January يبقى اكتب January اللي هو شهر يناير I went in January طيب how long were you there كامل مدة لقلتها هناك how long اكتب long I was there for three weeks قبل المدة بكتب حرف الجر 4 قبل المدة بكتب حرف الجر 4 احفظها قبل المدة حرف الجر 4 و قبل الشهر بحرف الجر in سؤال التالت choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة number one بيقول A و B A بيسأل بيقول did you go to Paris قالين اكتوبر ان اكتوبر ده طبعا ده شهر والشهر ده يعني زمن يبقى الزمن ده what ما او ماذا ولا وين متى ولا هاو لونج المدة ولا هو من العاقل طبعا طالما عند شهر يبقى وين بيسأل عن امتى متى number two قالك over 30 million people نقط ارنالدو every year 30 مليون شخص بيزورهم مدينة اسمها ارنالدو كل عام يبقى هنا visit يزور can we ask you not questions في المحدث تقول can we ask you a few questions عند a few questions لان تتعادي اكتب اكتب question number four where you in alexandria for four months four بتقابل المدة four months يملك اربعة شهور طبعا يبقى كلا بيسأل المدة يبقى how long how long how long were you in alexandria like four four months يبقى how long i stayed two nights at a noot هيقعد للتين هيقعدهم في الثيتر في المسرح ولا البانك ولا السترانت ولا الهوتل طبعا i stayed for two nights at a hotel في الفندق اي نقط تهنل last abril last abril شهر ابريل الماضي يبقى طبعا لقد في الماضي يبقى went ذهب ولا boat اشترى طبعا two ذهب الى ولا لقيت اكل ولا took اخذ طبعا i went to honolulu the pilot usually has an overseas not once a month مرة في الشهر flight رحلة جوية follow fly flight طبعا اصدلي fight يعني معركة او كان فيه معركة اسمها fight او مشagرة ولا flight هي flight يبقى الفرق من ديو ديت حرف واحد يغير معنى الكلمة يبقى هنا the pilot usually has an overseas flight when someone number eight i was i was in london at eight days ديت ديت المدة 80 يبقى عند مدة يبقى المدة بحط حرف الجار four يبقى four eight days سؤال بعد كده circle سؤال كلمة مختلفة circle the old word and replace it with a correct one airport مكان المطار museum دي مكان اللي هو المتحف hotel مكان فندق pilot pilot اللي هو الطيار كلهم أماكن معنا pilot طيار نعمل ندار على pilot ونكتب مكان مثلا نكتب zoo أو عاوز تكتب حاجة تانية تكتب school يبقى اما zoo يام school أي مكان car سيارة وسيلة مواصلات ticket تذكرة bus autobase plane طائرة كلهم وسيلة مواصلات معنا ticket أعمل دار على ticket واكتب أي وسيلة مواصلات ممكن أكتب taxi أو عندي هنا كاتب plane أكتب ship سفينة أو ممكن أكتب boot قارب heavy سقيل دي صفة night ليلا cool صفة exciting صفة كلهم صفات معدى night أعمل دار على night واكتب صفة أكتب fast سريع أكتب slow بطيل أي صفة ممكن أكتب 10 رقم 10 bank لو bank million المليون أو million hundred 100 100 لسه مثلا أكتب thousand الألف thousand لو رقم ألف sing يغني فعل play يلعب فعل year عام go فعل كلهم أفعال معدى year أعمل دار على year عام وأكتب eat فعل عندي السؤال بعد كده حبيبي read the passage and answer the questions جاب كتب ونقرأ كتب وحل على الأسئلة طبعا الكتب لأ over 30 million people visit نيوي يورك سيتي طبعا نيوي يورك سيتي دي اللي هي the big apple التفاحة الكبيرة every year كل عام قال because it's one of the world the most exciting places واحدة من أحسن أو أشيق الأماكن الموجودة في العالم there are 10,000 shops في 10,000 محل and 150 museum 150 متحف بسكتبول لعبة السلة opera ثييتر مسرح jazz New York City was it all كل الحاجات موجودة في New York City بغرف الثاني visit the statue of liberty زور تمسار حرية and the empire state building get tickets for a show تذكرة للمسرح as a Broadway theater have a sandwich at corenjee deal don't forget لا تنسى to shop انت تتسوى at messes دي طبعا محلات موجودة في New York City it's the world the biggest department store يعني دي بقول لك انه اكتر department store في العالم كله السؤال الاول بيقول لي زيرار 10 نقط shops in New York City لو كنا بصف القطعة 10,000 shops يبقى 10,000 الالاف او 10,000 محل موجودين في New York City سؤال التالي بيقول لي over 30 million people اكتر من 30 مليون شخص ييزور New York City every year كل عام يبقى كل سنة في 30 مليون شخص يزور مدينة New York City سؤال الثالث how many museums are there in the New York City عندنا كام متحف موجودين في مدينة New York طبعا عندنا 150 متحف يبقى there are there there are 150 150 museums متحف in New York City في مدينة New York what is the big apple مين هو التفاعة كبيرة يبقى التفاعة كبيرة New York City يبقى New York New York City is a big apple او اعمل هي the big apple اعمل b capital والa capital زي ما اعملها is the big apple طبعا هي New York City السؤال اللي بعد كده السؤال براقراف رأيت براقراف of seven sentences على cities around the world مدن حول العالم طبعا موضوع البراجراف ده اللي هو 60 زوال اللي احنا خدناه عندنا في الدرس او السباح اللي موجود ها معنا فطبعا المكتب زي اللي احنا خدناه هنكتب هنقول over يعني اقصر من over 30 million اكتر من 30 million people 30 million شخص visit طبعا ده مضارع بسيط عشان كل سنة visit new york to over new york city every year كل سنة فرستوبر بتجملة جديدة طبعا معرفة ان هي it is او it's the big apple التفاحة الايه الكبيرة the big apple طبعا ليه هي the big apple قالك لان it is one one of the most exciting cities in the world في العالم كله طبعا it has it has many shops الكثير من المحلات كما museums متاحف and restaurants for stop for stop i visited انا زرت the statue تمثال حرية of liberty زرت تمثال حرية طبعا i had a nice time in new york city طبعا ده برغراف موجودة عندي في الكتاب اصلا السؤال بكار the following على الترتيب هذه الكلمات نكون جمل يبقى she ابدأ بshe she has she always she always has a co-pilot how long did how long كامل مدة did you stay in Paris ببدأ الاول بي الاسل استفهام how long بعد الفعل المساعد وكالفاعل you stay الفعل in Paris هنا ببدأ بالفاعل وعندي always she always او she often او she sometimes بكده الفعل يبقى she always has a co-pilot هي نفسها she has a co-pilot بس عندي زرف التكرار always احطه الفعل بقى she always has a co-pilot بيكتو the following اعتر بيكتوشن لجمال ديت طبعا ال-W capital letter ببدأ بحرف W capital وعط تحت شرطتين why do people لماذا الناس visit بيزور هم طبعا نيورك سيتي عمل n capital letter y y capital city c capital طبعا ناقص ناقص ان اكتب له cushion mark وعندي cushion mark والA والW بدأ بدي do you fly the plane هاني طبعا ال-D capital do you fly the plane c طبعا اسلوب هاني يبقى بحط كومة على السطر قبل الاسم وبدأ الاسم بحرف capital وعلى فكرة الجمللية عندي فها 3 d capital الكمة اللي على السطر اللي قبل اسم هاني و cushion mark محطوطة قصدي محطوطة ال-H بتاعت هاني يبقى ال-H بتاعت هاني كومة على السطر وال-D كنا نكون خلصنا الوحدة التسعة كلها بالاختبار بتاعها ده طبعا الاختبار رقم 8 على الوحدة التسعة ان شاء الله نبدأ في الفيديو القادم بالوحدة الجديدة الوحدة رقم 10 فكوم فرعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته